اشتركوا في القناة ومساعيها المتواصلة في تقديم الإغاثة الإنسانية لأفغانستان الشقيقة وتلبية الطلب بسرعة وكفاءة عالية وما حققته هذه الجهود من نجاح أشاد به الجميع كما أثنأ يده الله على المساهمات الإنسانية المتواصلة للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب لتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة إلى الأشقاء في أفغانستان معربا عن شكره واعتزازه بكافة المشاركين في عمليات الإجلاء والإغاثة وكل من ساهم في نجاحها وأكد جلالته أن ذلك يعكس حرص مملكة البحرين عبر تاريخها الوطني على المشاركات الإنسانية الخيرة بالتكاتف مع دول العالم المتحضرة لكل ما فيه الخير والسلام العالمي ويؤكد المكانة الحضارية الرفيعة للبحرين بين دول العالم كما أشاد أيده الله بالعمل الدؤوب والمثمر الذي تقوم به قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وحرصهم الدائم على النهوض بأداء واجباتهم السامية ببسالة وعزم لا يلين حماية للوطن والذود عن مكتسباته وأمن مواطنيه الكرام هذا وقد قدم اللواء الركين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى إجازا للمجلس يتعلق بالمواضيع الهدفة لرفع القدرات الدفاعية والأمنية وبحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات اللازمة لكل ما فيه المزيد من الازدهار والنماء لوطننا العزيز والخير والأمن لمواطنيه الكرام والمقيمين على أرضه الطيبة